وكوريا الشمالية وإيران لا يمكن أن نسمح لهذا التحالف أن يفشل الحقيقة هي أن هناك الكثير من القوة التي تكمن بهذه الطريقة وأنا سعيد أن اليوم كل أعضاء حلف الناتو يتعهدون بالإنفاق على القواعد الصناعية الدفاعية وتعزيز القدرات وكذلك الالتزام بكافة التعهدات وهذه خطوة أساسية لضمان الأمن البداية وفي أول مرة لا بد أن نرى هذه القوة الدافعة للتصنيع الداخلي والمحلي وهذا يعني أن التحالف سوف يكون أكثر ابتكارا وتنافسيا لا يبد من أن نعزز قدراتنا على إنتاج المزيد من الأسلحة والقدرات والمعدات حسب الحاجة لا يمكن أن يتخطان أي طرف لا بد من أن نحافظ على قوة الاستعداد هنا في الولايات المتحدة نرى القوة في الاستثمارات هذه في إدارتي في عهدي لقد استثمرنا حوالي 30 مليار دولار في التصنيع الدفاعي وأيضا لتعزيز وتوسعة التصنيع على مدار الولايات واستثمرنا مال مليارات من أجل تعزيز سلاسل الإمداد والاقتصاد والمؤسسات العسكرية وتعزيز أمتنا وهذا وبناء على كل هذه تعتبر هذه تعهدات كبيرة والرسالة إلى العالم أن كل دولة عضوا في حلف النيتو متعاهدة بأداء مهامها من أجل الحفاظ على قوة التحالف ويمكن الدفاع ضد أي من أراضيها ضد أي عدائيات ويمكن تحقيق ذلك بشكل مشترك فبالتالي نحن نستثمر في قوتنا المستقبلية من أجل تعزيز التحالف لمجابات كافة التحديات والتهديدات وهذه رسالة إلى العالم فبالتالي أتواجه لكم جميعا بالشكر كل الدول العضاء في النيتو لكل تعهداتكم ومشاركة المجالات الأمنية والآن أطلب الإعلام للمغادرة لبدء الجلسات ترجمة نانسي قنقر